في الاستهداف الجديد ضمن مسلسل الضربات المستمرة على أربيل دوت في أوساط الخبرة العسكرية صدمة استخدام إيران وحرسها الثوري لصاروخ فاتح 110 الذي يسمى بمحطم خيبر في أجيال عدة من إنتاجه خبراء العسكر الذين أكدوا أن الصاروخ من طراز عسكري متقدم سيما مع ما أحدثه من تدبير في مناطق سقطت فيها الصواريخ في أربيل وسوريا وصاروخ فاتح 110 يتمتع بقدرات تدميرية عالية حيث يحمل رأسه الحربي مواد شديدة للانفجار يصل وزنها حتى نصف طن انتج منه عشرة أجيال ويصل طوله إلى نحو تسعة أمتار وبقطر يصل إلى نحو ستين سنتيمترا الصاروخ الضخم مقارنة بصواريخ أنتجتها إيران يبلغ وزنه ثلاثة أطنان ونصف الطن تقريبا ويعمل بوقود صلب أحادي المرحلة والأكثر خطورة بهذا الصاروخ أنه قد يصل في بعض أجياله إلى مدى يبلغ نحو ألفي كيلومتر ويتمتع بدقة إصابة الهدف بنسبة عشرة أمتار وصاروخ فاتح 110 الباليستي قادر على استهداف وتدمير الأهداف البرية والبحرية ونقاط تجمع العدو ومراكز القيادة ومستودعات الذخيرة والرادارات وكافة الأهداف الأخرى بدقة عالية كما يمكن إطلاقه من قذفات ثابتة ومتحركة كتلك المثبتة على مركبة وكما يسمى محطم الخيبر فهو النسخ المتطور لصواريخ ديسفول الذي يصل إلى مدى نحو 1450 كيلومترا بحسب الحسابات الأمنية فاستخدام مهاكذة صواريخ باليستية لها رسالة تريد طهران من خلالها إثبات قدرتها الصاروخية العسكرية في المنطقة والعالم اشتركوا في القناة